اهلا بكم حين نسمع مفردة الاستشراق في البيئات الإسلامية تجد ظلالا سلبية لدى أغلب المختصين فالاستشراق هو امتداد للتبشير وتمهيد للاستعمار ومحاولة للسيطرة على العقل المسلم وشخصيته ونصرنته أو علمنته وإفقاده ذاتيته واعتزازه بمنجزه وهزيمته النفسية وتمهيد الطريق لاستلابه على كافة المستويات من العقل إلى الأرض بل وحتى الوجدان على الجانب الآخر نجد من الباحثين من يتخذ من التراث بوصلة وقبلة وهدفا علميا لكنه لا يرى طرحا علميا إلا ما يطرحه الرجل الأبيض ولا يفهم نفسه إلا بعيون الغربي ولا يرى ذاته إلا في مرآة الغربي ولا يؤمن بقدرة العقل الإسلامي على التفلسف والإنتاج الفكري والمعرفي إلا من خلال العقل الغربي فهو موئل الفكر والفلسفة ومآلها ومبتداها ومنتهاها بين التيارين نحاول أن نفهم الاستشراق فهما جديدا مختلفا في ضوء ما قدم من إطروحات في اللغة والدين والأدب والتاريخ والحضارة وغيرها من مجالات المعرفة الإنسانية نشاهد هذا التقرير ويبدأ الحوار الاستشراق هو حركة علمية يستهدف أصحابها من غير الشرقيين دراسة علوم الشرق حضارته وتاريخه ولغاته ومجتمعاته وأديانه وبخاصة حضارة الإسلام يختلف المراكبون حول تاريخ الاستشراق البعض يرى أنه بدأ قبل ظهور الإسلام في نهاية القرن الأول الميلادي حيث عثر على كتاب لمؤلف مجهول بعنوان الطواف حول البحر الإيرتري وكان صاحبه عالما بأحوال الهندي وشواطئ إفريقيا والبعض يؤرخ لبدايته بصدور قرار مجمع فيينا الكنسي عام 1312 بتأسيس عدد من كراسي الأستاذية لدراسة العربية والسريانية واليونانية في جامعات باريس وأكسفورد وبولونيا وسلمانكا يذهب فريق ثالث إلى القرن الثاني عشر الميلادي حيث شهدت إسبانيا أول ترجمة لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة اللاتينية وذلك بتوجيه من رئيس دير كلواني في العام 1143 كما ظهر أول قاموس لاتيني عربي في القرن ذاته أما الاستشراق كما نعرفه اليوم فهو حركة أكاديمية لها أهدافها العلمية بالأساس فقد ظهر في أوروبا نهاية القرن الثامن عشر الميلادي وكانت البداية في إنجلترا في العام 1779 ثم في فرنسا في العام 1799 وأدرج مفهوم الاستشراق في قاموس الأكاديمية الفرنسية في العام 1838 ساهم الاحتلال الغربي لبلاد المشرق في ازدهار حركة الاستشراق حيث بدأ الاستلاء على مخطوطات التراث العربي والإسلامي ونقلها إلى أوروبا وفي الربع الأخير من القرن التاسع عشر عقد أول مؤتمر للمستشرقين عام 1873 وكما اختلف الباحثون حول تاريخ بداية الاستشراق وذهب بعضهم إلى استحالة تحديده اختلفوا أيضا حول تعليل أسبابه فمنهم من ذهب إلى أن اهتمام الغرب المسيحي بالتراث الإسلامي كان لدوافع تبشيرية آخرون ذهبوا إلى حاجة الغربيين إلى دراسة الشرق الإسلامي لدوافع سياسية تتعلق برغبتهم في احتلال المشرق ونهب خيراته فريق ثالث رأى أن الاستشراق جاء لأسباب علمية لحاجة اللاهوتيين الغربيين لدراسة العقلية السامية التي أنتجت التوراة والإنجيل ولذلك انصب اتمامهم على دراسة أداب اللغات السامية العبرية والعربية والآرامية يمكننا تصنيف المستشرقين زمنيا إلى طبقتين طبقة القدماء مثل القديس توم الإكويني وطبقة المحدثين مثل غولد سيهر وجوزيف شاخت وغيرهم كما يمكن تصنيفهم فكريا إلى طبقتين أيضا طبقة النقاد المنصفين الذين تميزوا بالروح العلمية في تناول الإسلام وتاريخه وطبقة المتربصين الذين اتسم تناولهم النقدي بطابع التربص والعداء والتشويه وقد استفاد الفكر الإسلامي من الطبقتين معا حيث ساهمت طبقة المستشرقين المنصفين في خدمة التراث الإسلامي والكشف عن كنوزه وتحقيق مخطوطاته فضلا عن جهود التبويب والفهراسة والقواميس وشهادات غير المسلمين للإسلام تلك التي حملت طابع العلمية دون حاجة لتعاطف أو تبرير كما أفاد الفكر الإسلامي من طبقة المتربصين حيث استفزت كتاباتهم علماء الإسلام ومفكريه للكتابة والرد مما أضاف للمكتبة العربية والإسلامية الكثير من المساهمات ما كان لها أن تظهر لولا أسئلة المستشرقين وتشكيكاتهم واليوم تزداد الدراسات الاستشراقية خصوبة وتنوعا وعمقا تواكبها حركة ترجمة نشطة مع تراجع حواجز التبشير والاستعمار أمام ممرات المعرفة والتنوير والنقد والجدالات الفكرية والفلسفية والحضارية أهلا بكم مرة أخرى ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور عبد السلام حيدر وهو أستاذ التاريخ في المعهد الإسلامي الأوروبي في بروكسل وكذلك عمل محاضرا في الدراسات العربية بالجامعة الألمانية في القاهرة الدكتور عبد السلام يحمل الليسانس والماجستير من كلية دار العلوم في جامعة القاهرة والدكتوراه في الدراسات العربية والإسلامية من جامعة بامبرغ الألمانية عن الإسلام والجماعات والمنظمات الإسلامية في الأدب العربي الحديث الدكتور له العديد من المؤلفات منها الاستشراق الألماني وتاريخ الأدب العربي وأيضا له الأصول في الرواية وكتاب التأويل وجماليات التلقي ترجم العديد من المؤلفات الغربية منها كتاب الشرق والغرب لآنا ماريش ميل وكتاب المجتمع المدني النظرية والتطبيق لفرانك أودلف وله تحت النشر الآن كتاب إمبراطوريات منطق السيادة العالمية وهو مترجم عن هيرفرد مونيكلر وكتاب لماذا لم توجد عصور وسط إسلامية لتوماس باور مرحبا بك دكتور عبد السلام دكتور في البداية عن الاستشراق وكما شاهدنا في التقرير هناك آراء كثيرة حول الاستشراق ومذاهب شتى وتعريفات شتى ومواقف شتى من خلال دراستك للاستشراق كل هذه السنوات ووجودك أيضا في أوروبا بين ألمانيا وبروكسل ما التعريف الذي تعتمده أنت في الاستشراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم أنا باعتمد التعريف المستشرقين لأنفسه لأن هذا التعريف ظهر تقريبا سنة 1770 فيلسوف ألماني اسمه هيرفريد هيردر هو اللي سوف تعرف الاستشراق ودايما أنا بلتزم بكيف يعرف أصحاب أي ظاهرة أنفسهم يعني كيف يقدمون أنفسهم وهذا يسر الفهم لأنه هو فهم الاستشراق على أن الاهتمام بدراسة اللغات لغات وثقافات وأديان الشعوب من الأطلسي حتى الهند هذا هو الاستشراق؟ هذا هو في تعريف المستشرقين في تعريف المستشرقين نعم طيب ترى بأنه ممكن أن نعتمد هذا التعريف؟ نعم أرى أن المفضل أن نرى كيف يعرف أصحاب أي تخصص هذا التخصص وليس المناوئين لهم أو المعادين لهم أو شيء من هذا لكن في نفس الوقت هناك دارسين من خارج الاستشراق نعم بطبيعة الحال لهم نظرة مختلفة نعم وبالتالي تتغير التعريفات يعني تعريف الإنسان لنفسه هو تعريف ذاتي نعم قد لا يكونوا موضوعيا المراقب من الخارج والدارس من الخارج قد يكون أكثر موضوعية من الذات عندما تعرف عن نفسها لأن توجد مشكلة في هذه الجزئية هو ليس تعريف ذاتي ولكنه تعريف جماعي من المستشرقين أقار روف موسعتهم وكتبهم المختلفة ولكن لاحظ أن التعريف حد ذاته بيبين جزئية مهمة جدا وهي متى بدأ الاستشراق لأن نحن لدينا بسبب التعريفات أو يعني اضطراب التعريفات بيأتي من أين بدأ هذا الاستشراق حقيقة عادة في الدرسات الاستشراقية بيحددوا أواخر القرن الثامن عشر لظهور الاستشراق وأن كل ما سبق هذا مما يتعلق بدرسات خاصة بالشعوب العربية والإسلامية لا يعدونه من الاستشراق لماذا؟ لأن بينتمي التخصصات أخرى على سبيل المثال التعريف الشهير أن الاستشراق بدأ في أحد المجامع الكنسية 1312 عندما قررت الكنيسة إنشاء معاهد أو مراكز لتعليم اللغات العربية والعبرية واليونانية إلى آخر هذه الأشياء وكثير من الناس يقولوا أن هنا بدأ الاستشراق ماذا عام كان؟ 1312 أنت اعتمدت تعريف 2700 هذا ليس صحيح هذا ليس صحيح لماذا؟ لأن هذا يخص التبشير ولا يخص الاستشراق لأن الاستشراق في تعريف المستشرقين هو علم علماني أخرجت دراسات العربية من نطاق سيطرة الكنيسة للدراسة الأكاديمية لذلك أخرجت دراسة اللغة العربية من كليات اللاهود وأصبحت ضمن كليات الأداب أو كليات الفلسفة وهذا لم يحدث إلا بعد الثور الفرنسي ممكن أن نقول بأن التعريف الذي يوضع على أن الاستشراق بدأ في عام 1300 هو ينظر إلى الدراسات الدينية التي كانت برعاية الكنيسة وذلك في فينة بينما 1700 هو علم علماني لا يرتبط بالدين هو أنا أفرق في ناحية أن عمل الكنيسة هنا كان عمل تبشيري لا يهتم بدراسة التراث العربي ولكن يهتم بالتبشير في المجتمعات الإسلامية فلم يكن لهم هناك تعمق كبير في الدراسات العربية هو يدرس اللغة فقط أما مثلا الاستشراق العلمي أو الأكاديمي اللي هو يدرس التراث العربي بيحقق المخطوطات بيصنع المعاجم بيكتب التواريخ العامة هذا نوع من التعمق لم يكن موجود قبل القرن السامن عشر الاستشراق الذي تؤرخ له من 1770 ألا يعده امتدادا لحركة التبشير أو هل هو استشراق بريء لا يخلو من نزعة تبشيرية أو نزعة هجومية تفكيكية للإسلام نعم هذا أيضا الرؤية الطاغية لدينا عن الاستشراق لكن عادة يفرق بين نوعين من الاستشراق في استشراق استعماري يعني تركز في فرنسا وفي إنجلترا وفي هولندا وروسيا وحاليا في أمريكا وإسرائيل لكن يوجد استشراق علمي أكاديمي لم تكن له صلة بالسياسة ولم يستخدم سياسيا وهذا عادة في الجزء الشمالي من أوروبا يعني الاستشراق التشيكي الاستشراق الألماني الاستشراق الإسكندنافي هذا كان اهتمامات أكاديمية بالتراث العربي الإسلامي وأنجزوا إنجازات كثيرة جدا وإذا نظرنا للاستشراق وركزنا فقط على الاستشراق الاستعماري بدي نظلم الحركة الاستشراقية لابد أن نوازم بين النظرتين ونقول للسيء هذا سيء تجنبه ونقول أن هذا أنجز وفعل أشياء مهمة للتراث العربي الإسلامي لابد أن نعترف به ونستفيد منه إذن الاستشراق الاستعماري التي تقول بأنه في فرنسا وإنجلترا واليوم في إسرائيل وفي أمريكا نعم يعده استشراقا انتقاميا أو تبشيريا الاستشراق بيسيء استخدام العلم سياسيا لأجل السيطرة يعني مثلا استشراق الفرنسي أسوأ أنواع الاستشراق لأنه استشراق إبادي إحلالي كما حدث فيه في الجزائر وللأسف عمل فيه كثير من المستشرقين الكبار الفرنسيين لذلك أنا دائما بقى أتجنب الدراسات الاستشراقية الفرنسية اللي ظهرت وقت الاستعمار الفرنسي ولا يشبهه إلا الاستشراق الإسرائيلي الموجود الآن في عنفه ويعني هجومه وإستخدامه القاسي والعنيف ما هي ملامه هذا الاستشراق؟ حدثنا عنه قليلا استشراق الفرنسي الإسرائيلي لخصوصا الإسرائيلي لأن اليوم هو واقع قد يكون الاستشراق الفرنسي أصبح من الماضي وإن كانت قد تكون آثاره ما زالت باقية لكن لدينا اليوم الاستشراق الإسرائيلي حدثنا عنه قليلا حتى يكون موضوع واقعي أكثر يعني لاحظ مثلا أن أنت بتدرس للناس ليس بنية خالصة لمعرفة التراث والتعارف على الشعوب الأخرى صاحبة هذه الديانات واللغات ولكن بتستخدم هذا العلم للسيطرة على هذه الشعوب ونهب مقدراتها وكما حدث مثلا مع الاستشراق الفرنسي في الجزائر أنه هو استخدم هذا العلم الذي كونه الاستشراق على مدى قر للسيطرة على الشعب الجزائري ونهب مقدراته وإعادة بناءه كما يقال مرة أخرى وتسخيره للثقافة الفرنسية لكن على سبيل المثال وأنا أسف يعني سأدخل في الاستشراق العلمي حتى أبين الفرق بين النوعين من الاستشراق راح نستطرد في الاستشراق العلمي لكن إذا فيه ملاحظة سريعة عن الاستشراق العلمي ثم سنأتي إليه بالتفصيل دكتور هل هناك خلفية نفسية للمستشرق عند الدراسة يعني دخلوا بنفسية منحازة مثلا سواء كان حتى العلمي أو الأكاديمي أو الاستعماري هل يخلو تماما من يعني النفسية في الاستشراق الاستعماري واضحة الخلفية النفسية لكن في الاستشراق الأكاديمي هل هو استشراق بريء نواياه حسنة مقاصده بريئة علمية بحثية فقط طبعا كل شيء بتصرف عليه أي دولة من الدول لابد أن يكون له مرضود للدولة نفع للدولة يعني مثلا هذا الاستشراق العلمي الأكاديمي المقصد منه ليس استخدام العنف والسيطرة ولكن التعرف على الشعوب الأخرى تحسين مستويات التجارة العلاقات الدبلوماسية أشياء من هذا القبيل وهذا أمر طبيعي كما أن لدينا أقسام للغات المختلفة نعلم فيها الدبلوماسيين الذين سنبتعسهم إلى الغرب أو الشرق كذلك هذه الدول لديها الطلاب الذين يدرسون اللغة العربية حتى يساهموا في العلاقات بين البلدين فهو إلى حد ما نفعي ولكنه سلمي في تعامله مع الشعوب الإسلامية لا يريد الاستعمار لا يريد استخدام القوة في نهب المقدرات ولكن يريد علاقات دبلوماسية أو تجارية ويحسن الاتصالات مع هذه الدولة هذا النوع من الاستشراق ممكن أن نستفيد منه؟ طبعا لأن لاحظ الاستشراق خاصة مثلا الاستشراق في شمال أوروبا الألماني أو التشيكي له إنجازات مهمة جدا في التعامل مع التراث العربي الإسلامي يعني يكفي أن تعرف مثلا أن هم اللي ابتكروا طريق تحقيق المخطوطات العربية وابتكروا مثلا على سبيل المثال علامات الترقيم التي نستخدمها نعم هذا ابتكر استشراقي لأن العلامات الترقيم في العربية كانت النقطة في الغالب لكن لأني في عصر التنوير الأوروبي أعادوا تحقيق المخطوطات اليونانية وطوروا منهج في التحقيق النصوص القديمة جاء الاستشراق وأخذ هذا المنهج وطبقوا على التراث العربي فأحدثنا النهضة ضخمة ونحن عال عليهم في هذا الموضوع في موضوع التحقيق المخطوطات العربية يعني علم التحقيق تحقيق المخطوطات علم استشراقي ونحن نقلنا عنهم وكنا تلاميذ لهم فيه وقد أجدوا عمل خير للتراث العربية وهو استشراق ألماني في الغالب الاستشراقي الأكاديمي العلمي اللي هو الألماني التشيكي لهذا الزيش يعني مثلا أذكر في علامات الترقيم أني في الصحافة العربية والمصرية في آخر القرن الستاسع عشر كان هناك جدال قوي جدا عن ضرورة إدخال علامات الترقيم اللي ابتكرها المستشراقين لأنها توضح الكتاب العربية كان فيه جدل ناس تقبل ناس ترفع هذا الجدل استمر حتى سنة 1910 لما وزارة المعارف في مصر أخرجت كتاب صغير بعنوان علامات الترقيم وأنها ستقر في المطابع الأميرية وفي الكتب التي تطبع لطلاب المدارس يعني كان هناك فيه اتجاه يرى بأن هذا نوع من التغريب ومن التأثر بالمستشراقين ولكن لاحظ أني دي تقنيات في تصحيح أو تحسين الكتابة وتحسين التحقيق المخطوطات القديمة فدخل علامات الترقيم وطرق التحقيق مثل جمع النسخ ومعرفة النسخة الأم كل هذا عمل استشراقي ونحن نقلنا عنهم ويوجد مستشراقين كثر لهم فضل كبير جدا على التحقيق أذكر مثلا هلمو تريتر ده مستشرق ألماني ظل في اسطنبول لمدة 40 سنة بيستكشف المخطوطات العربية الإسلامية النادرة ويوزحها على المحققين ولا يوجد محقق كبير لدينة إلا وفي عنق دين لهلمو تريتر بسبب مثل هذه الاكتشافات الضخمة التي أحدثها في عالم الاستشراق وهو أيضا له تحقيقات كثيرة وله ترجمات أيضا يعني أذكر أني أسرار البلاغة لعبدالقاهر الجورجياني حققها وترجمها إلى الألماني فله أشياء يوجد مستشرقين كثر حققوا معظم هذه الأعمال الضخمة وكونوا مكتبة كاملة للنصوص العربية الأصلية إلا على أساسها بدأت وتطورت الأبحاث الاستشراقية والعربية فيما يخص التراث الإسلام هذا الشيء لابد أن يذكر دائما الاستشراق وليس دائما الهجوم عليه بهذا الشكل يعني لا نريد أن نأكل وننكر طيب الاستشراق الاستعماري هل يمكن الاستفادة منها؟ يعني هل هناك دراسات مفيدة نحن نعرف الآن نواياهم ومغزاهم وأهدافهم لكن هل حصلت دراسات جادة وإن كانت مغزاها استعماري يعني ممكن الاستفادة منها؟ يعني مثلا الدراسات الفيلولوجية المعاقب اللي هي الدراسات التي ليس لها بعد سياسي لم تستخدم سياسيا هذه الدراسات يمكن الاستفادة منها لكن على سبيل المثال لاحظ أني عند المستشرقين كلا الصنفين العلمي والأكاديمي لديهم مشكلة كبيرة في فهم الجانب البلاغي في القرآن الكريم ولديهم مشكلة كبيرة في فهم الدور المركزي والحيوي للشريعة الإسلامية في الحضارة الإسلامية هذه الإشكالية موجودة عند النوعين؟ موجودة عند النوعين ولكن النوع اللي هو الأكاديمي بيقر بضعفه في هذه الجزئية وبيعتذر عن أخطاء ويصحح نفسه ولكن الاستعمار مثلا على سبيل المثال فرنسا في الجزائر حتى تحل القانون الفرنسي كان لابد لها من تشويه الشريعة الإسلامية ولابد لها من التخلص من الأوقاف الإسلامية والسيطرة عليها فهنا استخدم المستشرقين أو استخدم المستشرقون في عملية الإساءة للشريعة الإسلامية وبهدف مغرض حتى يمكنه الاستعمار من إلغاء القوانين الشريعة الإسلامية وإحلال القانون الفرنسي والسيطرة على الأوقاف الإسلامية في الجزائر وأنت عندما تسيطر على الأوقاف الإسلامية أنت تدمر النظام التعليمي الموجود في البلد لأن معظم المدارس المستشفيات تعليم الأطفال الشيخ كان يمول من خلال الأوقاف فأنت أخذ هذه الأوقاف من المجتمع المدني الإسلامي وتجعلها تحت سيطرة الاستعمار هذا عمل مشين واستخدم الاستشراق الاستعماري بهذا الشكل المغرض لتحطيم مجتمع وعادة بناءه على صغة فرنسية وهذا شيء سيء جدا لابد أن يسكر كما نسكر الحسنات نسكر السيئات على ذكر الحسنات والسيئات كيف ترى تقييم المستشريقين في العالم العربي والإسلامي بين الباحثين وبين صناع الرأي إذا صحت التسمية في العالم العربي هل هناك غبش؟ هل هناك عدم مضوح رؤية عند العرب في التقسيم في تقسيم المستشرقين والتمييز بين المستشرق الاستعماري والمستشرق العلمي؟ هي القضية أن سوء الظن بالمستشرقين موضح قريم جدا في الصخفة العربية الحديثة يعني سابق كثير من الناس بتظن أن كتاب الاستشراق لإدوار سعيد هو السبب ولكن سوء الظن صابق على كتاب الاستشراق لإدوار سعيد عندما تراجع الدوريات العربية القديمة مثل الرسالة والثقافة تجد أيضا هناك هجوم داري على الاستشراق خاصة أن كان يوجد أسات المستشرقين يعملون في الجامعة المصرية في ذلك الوقت وهذا الهجوم زاد ضراوة مع ظهور الاتجاه القومي ومع ظهور الاتجاهات الإسلامية وعندما جاء كتاب إدوار سعيد يعني صبت ديت على النار فأصبح هناك سوء ظن متراكم ومتزايد ضد الاستشراق وأنا بنظرتي هذه أحاول أن أفرق بين النوعين من الاستشراق حتى أجد مدخل لأنني أنا سمحت من كثير من المستشرقين الألمان بيشعروا بغبن بسبب استقبالهم رغم الجهود اللي بزلوها لصالح التراث الإسلامي وأن العالم العربي لا يقدر ولا يفرق بين النوعين من الاستشراق ويصمهم بهذه الطريقة الشاملة دون معرفة أن هناك فروق مختلفة نعم الاستشراق الأكاديمي مثلا وهو العلمي أحيانا يخطئ بسبب عدم القدرة على فهم اللغة العربية مثل أهلها ولكن هذا الخطأ لا يكون عن قصد شرير ولا يستخدم سياسيا ولكن هو يصحح نفسه مع الوقت يعني كثير من الأخطاء موجودة في فهم بعض العقائد الإسلامية أو في فهم الصلاة أو في فهم كيفية جمع القرآن الكريم ولكن دائما لا يكون هذا بسبب مغرب ودائما عند المستشرقين هذا الاستشراق الأكاديمي أو العلمي فيه تراكم معرفي وكل جيل يصحح الجيل السابق عليه ويحدث هذا عن طريق الأعمال الاستشراقية الضخمة مثل دائرة المعارف الإسلامية دائما كل جيل يكتب نسخة ويستدرك على سابقه ويحدث تراكم لعلمي وتصحيح متتالي لمثل هذه الأخطاء وحاليا لأنه ظهر كثير من الأسماء العربية في نطاق الاستشراق العالمي أظن ستحدث نهضة وسيكون الفهم أفضل مع مرور الوقت بسبب وجود عرب من الجيل الثاني والثالث دخلوا مجال الاستشراق ولديهم قدرة على تزوق النصوص العربية وفهم الجانب البلاغي فيها وأظن أن مع مرور الوقت سيتحسن الاستشراق أو ستتحسن نظرة الاستشراق إلى التراث العربي الإسلامي أكثر من الآن في الثقافة العربية والإسلامية عندما يذكر المستشرقون يكون الاعتماد بشكل كبير في النظر للمستشرقين على ما كتبه إدوارد سعيد نعم بالأسفل هو الأشهر والأكثر انتشارا رؤية إدوارد سعيد كيف تقيم موقف إدوارد سعيد من الاستشراق؟ هنا لاحظ أننا فرقت بين نوعين من الاستشراق هو إدوارد سعيد نفسه يقول في كتابه في المقدمة أنه سيركز فقط على الاستشراق الاستعماري الفرنسي والبريطاني تحديدا وأنه يشعر بنقطة ضعف في كتابه أنه غير قادر على الاهتمام بالاستشراق الألماني ولا الاستشراق الإسكندنابي وهو يقر بهذا ولكن المشكلة أنه رغم أن الرجل يفرق ويقول أنني سأدرس هذا ولن أدرس هذا تجد استقبال الكتاب كأنه يسم كل الاستشراق فيه تعميم فيه تعميم فيه وهو أظن إدوارد سعيد كان منزعج من طريقة استقبال ترجمة الكتاب عند الإسلاميين والقوميين لأنهم أخذوا الكتاب على أنه عام على الاستشراق لكن الرجل كان يقصد فقط الاستشراق الاستعماري اللي هو تحديدا البريطاني والفرنسي وأنه هو كون نظرة معينة للعرب والمسلمين بهدف الاستعمار والسيطرة وفرض السطوة وتعادة التشكيل وبناء الشعوب الإسلامية أو العربية مرة أو الشعوب المستعمرة من العرب والمسلمين ولكنه تجنب بالكامل دراسة الاستشراق الألماني والاستشراق التشيكي وكان يعرف أن هناك أسماء ضخمة جدا في هذا الاستشراق كالبروكلمان أو إيجنات سيجولدسية وأنه غير قادل عدد دراسة هذا الاستشراق لأنه لا يعرف اللغة أو لأنه هذا خارج عن نطاق النطاق الذي حدده لدراساته هذا يأخذنا إلى سؤال أكثر تحديدا في كتابات المستشرقين ما هي المجالات التي كتب فيها المستشرقون هل هي فقط في الدراسات التاريخية واللغوية أو أيضا في الدراسات الدينية حبذا لو تعطينا فكرة عن المجالات بشكل عام التي كتب فيها المستشرقون هو بالطبع تناول معظم المجالات الإسلامية يعني هم متفوقين جدا في صناعة القواميس في النواحي الدراسات اللغوية متفوقين جدا في كتابة الدراسات التاريخية سوى للحضارة الإسلامية أو للتاريخ الإسلامي العروض الشاملة هذه متفوقين جدا في مقارنة الحضارة الإسلامية بالحضارة الغربية في الأسر المختلفة هم درسوا الشريعة أيضا ولكن كما قلت سابقا أنه لم يحسنوا دراستها لأنه لم ينتبهوا إلى مركزية الشريعة في الحضارة الإسلامية كدستور عام يشمل كل الشعب وحكامه وأن الشريعة كانت لها سطوة وسيادة تسري حتى على الحكام وأن لا يوجد خليفة أو سلطان طوال التاريخ الإسلامي فكر في إخضاع الشريعة أو تغييرها ولكن كان الجميع يدين لهذا الشرع دليل على سيادة القانون في الحضارة الإسلامية هذه الجزئية تحديدا لم يفهموها جيدا أضف إلى ذلك ضعفهم في مجال دراسة البلاغ خاصة الجانب البلاغي في الكران الكريم نقدر أن تجد كتاب في هذا الموضوع أو نقدر أن تجد أي مستشفى متخصص في البلاغة العربية لأن الموضوع يحتاج إلى درجة من التزوق أعلى من النحو يعرفون النحو نعم يعرفون والنحو علم آلة يعني نعم لأن وعندهم تفوق بسبب دراساتهم المقارنة بين النحو في اللغات السامية أن يقارن بين النحو ويفعل ما يسمى فقه اللغة وفقه المقارنة بين الأم متفوقين جدا في هذا المكان لكن لديهم نضرة أو ضعف شديد جدا في فهم الجانب البلاغي وإساءة في فهم دور الشريعة في المجتمع الإسلامي لكن الدراسات الحضرية متفوقة جدا الدراسات اللغوية صناعة المعاجم صناعة الموسوعات ولديهم دائما ترسم تراكم في هذه المجالات كنا في قسم الحديث نعتمد كثيرا على كتاب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث نعم وفي التخريج وكان يعتبر أساسي عند دارسين الحديث وعلم التخريج بالتحديث أن يقتني هذا الكتاب نعم جميل أنك ذكرتني لأني نسيت أن أقول أنهم متفوقين جدا في عمل الفهارس ودائما يقال دائما أن تحقيق الكتب العربية تراث العربي دون عمل فهارس كمثل كنز دون مفتاح لأن أنت عندما تصنع فهرس لأي كتب من كتب التراث تبين الجواهر الموجودة وهم متفوقين في هذا الموضوع وهم الذين ابتكروا المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم والمعجم المفهرس للحديث النبوي مثل هذه الأعمال الضخمة أعمال فهرسية بيسموها صناعة من الوزن الثقيل تحتاج إلى مؤسسات وتحتاج إلى فريق عمل لأنه أعمال ضخمة هذا الشيء خدمنا في الاستشراق مثل موضوع التحقيق تماما أن يصنعوا هذه الفهارس وتعلمنا منهم كيفية صناعة الفهارس المختلفة بالتحقيقات وهذا الشيء لابد أن يذكر ويشكر جميل نأخذ هذا الفاصل نعود لنواصل لقاءنا مع الدكتور عبد السلام حيدر أهلا بكم مرة أخرى ونعيد الترحيب بضيفنا الدكتور عبد السلام حيدر مرحبا مرة أخرى دكتور دكتور كنت تتحدث قبل الفاصل عن ماذا استفدنا من المستشرقين في المعاجم في الفهارس هل ممكن أن تعطينا نماذج من إنصاف المستشرقين للتراث الإسلامي والعربي والحضار الإسلامية والعربية وبالأخص طبعا الاستشراق الأكاديمي أو العلمي يعني ممكن أتحدث عن أن ماري شمل لأني أنا مترجمها إلى اللغة العربية لأن كان الشعار الخاص بيها أنها لا تدرس إلا ما تحب ولأنها تحب التراث الإسلامي خاصة جانب التصوف فهي تكتب عنه بمثل هذا الحب ونادر أن تجد عند أن ماري شمل أي خطأ من الأخطاء لدرجة ناس كسر كنت يظنها أنها غيرت الدين سرا بسبب حبها للإسلام والمسلمين وتفهمها هذا على سبيل المثال شيء عادتت الناس تشكر في أن ماري شمل حتى قبل أن أترجم سراتها الذاتية ولكن لا يربطها في الاستشراق يعني هذه إحدى حسنات الاستشراق لقد عندما تشكرها بسبب كتابتها وأعمالها أن تذكر أيضا هذا الأشياء على سبيل المثال لما أذكر رودي باريت المترجم الألماني للقرآن الكريم عندما ترجم القرآن الكريم كتب في مقدمة الترجمة أن كل الدراسات الاستشراقية التاريخية تثبت أنه لا يوجد في القرآن الكريم كلمة واحدة لم تنسب إلى غير محمد أو إلى غير الوحي وطبعا هو قال هذا بعد اكتشاف المخطوطات اليمنية الخاصة بالقرآن الكريم ودرستها لأن الألمان هم الذين رمموها ودرسوها وسجلوها وحاولوا يقارنوا بين المخطوطات هذه والنصوص القرآنية الموجودة في أيدي الناس الآن ولم يجدوا خطأ واحد في هذا أن النقل كان صادق ودقيق وهذا على سبيل المثال اعتراف بهذا الموضوع لكن يوجد كتب أخرى كثيرة جدا مثل كتاب أدم ميتس عن الحضارة الإسلامية في القرن الرابع عشر التي ترجم إلى العربية في منتصف القرن العشرين دراسة محبة ومقدرة للحضارة الإسلامية والتراث الإسلامي وهي إحدى الدراسات الأساسية فيما يخص الاستشراق النطق باللغة الألمانية يوجد نماذج أخرى كثيرة يعني أنا ذكرت هلمو تريتر في التحقيق ذكرت كارلو بروكلمن في كتابة التاريخ كارلو بروكلمن على سبيل المثال فضله على التراث الإسلامي عظيم وضخم بسبب كتابه تاريخ الأدب العربي لأنه هو أول من قام بتحقيب التراث العربي لأنه كان التراث العربي عبارة عن مزيج ضخم غير محدد العصور فالرجل وضع نظام مارن لكيفية ترتيب التراث العربي وكيفية إدخال التصحيحات وهو كان يعرف أنه ستظهر مخطوطات جديدة ستصحح كثير من أخطاءه فوضح هذا النظام المارن حتى يجري تصحيح الكتاب أولا بأول ديل بعد ديل ويصبح كتاب أساسي لتحقيب التراث العربي والمخطوطات في كل فن من الفنون وكتاب أساسي أيضا في الجامعات العربية تقريبا في مادة مناهج البحث وطرق البحث سأذكر لك شيء غريب جدا أن الطبعة العربية أكمل وأدق من الطبعة الألمانية ما السبب؟ لأن الرجل ألف أول طبعة من الكتاب في نهاية القرن التسع عشر وظل يصحح في الطبعة مدة أربعين سنة ويضيف المخطوطات التي يعرفها في أماكن مختلفة ويصحح المعلومات وعندما أراد أن يطبع الطبعة الثانية الناشر الألماني وضع عليه شروط استعصت عليه أن يحقق الطبعة وعندما اتصلت به الجامعة العربية يعني الجامع الثقافي أيام طه حسين أنهم يريدون ترجامة الكتاب لللغة العربية ساعدة جدا بهذا الطلب وقرر أن يدخل التصحيحات التي جامعها خلال هذه العقود في الترجامة العربية واتفق مع المترجم وأدخلت في الترجامة العربية فأصبحت الترجامة العربية أكثر دقة وكمالا من الأصل الألماني أيضا كنا ندرس عن غولت زيهر وشاخت خصوصا في ما يتعلق في السنة النبوية في مادة تاريخ تدوين السنة أو شبهات حول السنة النبوية هذا يصنف من الاستشراق من أي نوع من الاستشراق ما أثير خصوصا حول السنة النبوية طبعا الردود عليه كثيرة هذا في رأي من الاستشراق الأكاديمي العلمي الذي يخطب ويصيب ويصحح نفسه مع الوقت لم تكن له أغراض لم تكن له أي أغراض يعني أجنس جلدة زيهر كم حخام يهودي في براج في تشيكيا ومفتون بالتراث العربي ويكتب عن التراث العربي وجوزيف شاخت مستشرق ألماني عمل في جامعة القاهرة قليلا وعمل في جامعة كونسبيرج وعمل في أمريكا لهم أخطاء يعني مثلا جوزيف شاخت مثلا يعلي من أثر القانون الروماني على الشريعة الإسلامية ويقول أن الشريعة الإسلامية متأثرة وأخذت كثير جدا من القانون الروماني وأنا باعتبر هذا يعني نوع كأنه مصل تعرف أن عادة أنت تأخذ مصلة حتى يعني يقوّل منعها عصانة ضده فهو رأيه هذا أصار موجة من الأبحاث المقارنة التي تقارن بين القانون الروماني والشريعة الإسلامية فقد يكون هو فعل هذا على سبيل الخطأ ولكن نتيجته كانت خيرة أو طيبة في النهاية لأنه أنجز دراسات ضخمة جدا في مجال المقارنة وتطورت الدراسات بسبب هذا الشيء نفس الوضع بالنسبة لأجنس جلدة سير لما كتب العقيدة والشريعة أصار ضجة بحثية الشيخ محمد الغزالي على سبيل المسال كتب دفاع عن العقيدة والشريعة نقط فيها الكتاب وكان هذا رد متحضر لأن الكتاب ترد عليه بكتاب آخر برد علمي دون تخوين أو أي شيء من هذا القبيل فحتى الأراء الخطأ لهذا النوع من الأستشراق بيكون نتيجتها في النهاية إصارة الأبحاث وإصارة الحياة الأكاديمية وإحداث نهضة في مجال البحث في هذا التخصص عبد صبو شهين أيضا كتب تاريخ القرآن ردا على أيضا نعم على نولدكا اللي هو كتاب تاريخ القرآن لنولدكا لأنه كتبه في القرن التسع عشر وتلاميذه جدده هذا الكتاب أكثر يعني حتى أخطاء المستشرقين تدفع الباحثين العرب لتوثيق تراثهم بشكل أكبر بشكل أكبر فهو من هذه الناحية مفيد نعم مفيد جدا لأنه بيصير الحماسة للبحث وكما قلت مثل المصر نعم يعطيك جزء كأنه يحتس حالة تشبه المرض حتى يقوي منعتك فحتى أخطأهم يعني هم أيضا يقولوا حتى هذا حتى أخطأنا نتيجة على أننا أجانب عن هذا التراث وأحيانا لا نفهم بدقة فيعني نوع من الرأفة يعني وهو فعلا في الاستشراق الألماني فيه إحساس بالغب من جانب العرب لأنه يساو بينهم وبين الاستشراق الاستعماري ولا يشكرهم أحد طيب هذا يقودنا دكتور إلى الحديث عن حالة البحث في العالم العربي نعم يعني هناك فراغات سدها المستشرقون نعم لماذا لم توجد هذه الدراسات ما تتحدث فيه عن مثلا الفهارس والمعاجم والتحقيب الذي فعله بروكلمان مثلا لماذا لم يوجد ذلك ابتداء عند الباحثين العرب والله فيه فجوة معينة في التراث العربي اللي هي في فترة الحكم العثماني يعني قبل هذه الفترة كان فيه عصر الموسوعات ونهد علمية وكتابة وشيء من هذا القبيل ثم حدثت فجوة وعندما نهدنا وجدنا الاستعمار ووفر لنا هذه الأدوات والآلات يعني هم لم يحاول مثلا الاستشراق الأكاديمي لم يحاول أن يغير عقيدتنا ولكن غير نظرتنا للتراث فهو كما قلت أنت هي آلات يعني استحدثوها وطوروها ونحن عندما انتبهنا لتراثنا هم مشكورين لأنه جمعوا كمية كبيرة جدا من المخطوطات لو طركت لا نهبت أو حرقت أو ضعت في الحروب الداخلية وكنهم مثلا يجمعوا المخطوطات ويطوروا طريقة لصيانة المخطوطات وترميم المخطوطات وتحقيق المخطوطات وشيء من هذا القبيل ولا يمنعك من قراءة المخطوطات يعني أنا عندما كنت أطلب أي مخطوطة وأنا في ألمانيا كان بيعتمد على أهمية المخطوطة لو كانت نادرة بيأتي بها ودائما هناك حارس معك في الحجرة وحجرة مخصصة لقراءة المخطوطة أنت عندما تكون في هذا الوضع وترى اهتمام الناس بصيانة المخطوطة والمحافظة عليها تشعر بنوع من الرهبة لأنه غريب ومع ذلك يحافظ عليها بهذا الشكل فهم سبقون في هذا ونحن لم نكن مستعدين ولابد أن نشكرهم عن هذا التقدم كما قلت أنت أن يجهزوا لنا الآلات التي نستطيع أن ننظر من خلالها للدرس العربي اليوم عندما نزور معرض الكتاب بأي دول عربية ونبحث عن دور النشر العربية المتقدمة والجادة نجد بأن أغلب كتبها في الدراسات العربية والإسلامية عبارة عن ترجمات وليست كتب لباحثين عرب ومسلمين هذا يقودنا إلى سؤال أين وصل البحث العربي اليوم في التراث مقارنة بما وصل إليه البحث الاستشراقي في التراث هو طبعا كون هذه الترجمات كثيرة بهذا الشكل هذا خير وهذا تطور جيد لكن يعبر عن أزمة من جانب آخر نعم يعبر عن أزمة مركبة أن كثير من باحثين المتفوقين يذهبوا للغرب ويكتبوا بلغات أخرى هذا أحد أوجه الأزمة ويساعدوا في تطور العلم المتطور أصلا هناك ويضيفوا إليه ولدينا هنا أسباب ممكن تقول اقتصادية أو سياسية في ضعف الاهتمام بالكتاب يعني أنا أعرف ناس تترجم كسر لديهم القدرة على كتابة أبحاث تتفوق على ما يترجمونه ولكن دور النشر لا تقبل مثل هذه الأعمال بسهولة ولكن تقبل الأعمال المترجمة وينال يعني مكافأة جيدة على مثل هذه الترجمات أفضل ممن لو ألف هذا الكتاب فأنا رأيي أن أزمة اقتصادية بتقبح خلف هذا التأخر في الدراسات العربية الإسلامية لأن الباحثين النبيين بسبب الأزمة الاقتصادية يسافروا إلى الغرب والموجود هنا لا يجد مكافأة مجزية للتهليف فيضطر للترجمة طيب هناك كانت آثار سلبية وواضحة للاستشراق في بدايات القرن على يد مثلا عميد الأدب العربي طاه حسين لكتابه الشعر الجاهلي وكان واضح بأن هذا الكتاب له ما وراءه موضوع لا يقتصر على فقط الشعر الجاهلي وإنما ينسحب إلى حتى القرآن الكريم هل هذا النوع من التأثير يعني عميد الأدب العربي متأثر بمنهج استشراقي نعم يعني كيف يكون عميد الأدب العربي ومن نفس الوقت أطروحته الأساسية قائمة على منهج استشراقي وليس منهجا عربيا هو في خطأ هنا لأن موضوع التشكيك في الشعر الجاهلي قديم في الطرس العربي يعني محمد بن سلام الجمحي في ضبقات فحول الشعراء هو الذي وضع نظرية الانتحال في الشعر الجاهلي وقال أن أصعب أنواع الانتحال أن يأتي ابن الشعر ويقول كلاما على لسان أبي ونظرية الانتحال هذه الموجودة وطبعا هو كان أحد مقاط الهجوم في النظرية أنه بيهاجم محمد بن سيرين لأنه يجمع كل ما يقال له شعرا ولا يستطيع نقد هذا الشعر وهو الذي وضع نظرية الانتحال في النظرية قديمة جدا لم تكن نظرية دكتور كانوا يتحدثون عن حالات تحدث وهذا لكن أن تكون حالات تحدث من بعض الشعراء ويحدث في كل عصر بينما يتحول إلى منهج أن هذا الشعر بكامله هو عبارة عن خدرة يعني ليست هذه نظرية محمد بن سلام نعم وإنما كان يتحدث عن حالات ومثبتها ويمكن بالتحقيق الوصول إليها وليس الشعر كمرحلة تاريخية هنا سنرجع إلى موضوع الاستشراق المغرد والاستشراق لأن مارجليوس على سبيل المثال لما استقع هذه النظرية وجد أن هي ممكن تكون أساس للتشكيك في بلاغة القرآن الكريم لأن عادة أنت عندما تتحدث عن المعجزة القرآنية بتجد من أول عبدالقاهري الجرجاني بيقولوا أن النظم والسبك في القرآن الكريم هو الإعجاز الخاص بالعرب لأن العرب لم يتفوقوا المعجزة دائما بتأتي حتى تعجز القوم فيما تفوقوا فيه كان مثلا السحر كان متفوق في مصر القديمة فمعجزة موسى عليه السلام خاصة بالسحر يقولوا لما يأتي من جنس ما اشتهر به القوم نعم يأتي لإعجازهم فيما تخصصوا فيه ولأن العرب كانوا بلغوا درجة من عالية من البلاغة جاءت المعجزة الكرآنية معجزة بلاغية وهذا ما فاهمه العرب منذ البداية نحن في العصر الحديث كيف نعرف أن هذه المعجزة بلاغية بنقصها على الشعر الجاهلي فلما تشكك في الشعر الجاهلي وتحاول إلغاية لا يبقى ما نقصه عليه نعم تضرب أساس القول بالمعجزة البلاغية في القرآن الكريم وهذا ما كان يقصده مرجليوس وأنا أظن أن طاع حسين عندما استعمل نفس الفكرة لا أظن أنه كان يريد التشكيك في إعجاز القرآن الكريم ولكن كان نوع من الشك المنهجي وليس العقدي أنه يبدأ كما عند ديكارت أنه يستخدم الشك كمنهج حتى يصل إلى الحقيقة وأيضا طاع حسين لاحظ شيء معين كتاباته كانت أيضا تعد نوع من المص لأنه أصار موجة من الأبحاث التي قامت بنهضة ضخمة جدا فيه دراسة الشعر الجاهلي كما تجد على سبيل المثال في كتاب نصر الدين الأسد عن الشعر الجاهلي فهذا على سبيل المثال هذه الفكرة هو غيرها في الطبعة التالية من الكتاب ولكنها كانت خيرة أيضا لأنها تقدت إلى نفضة في دراسة الشعر الجاهلي أنا أقول لديك أكتين تقريبا أريد أسألك فيها سؤالين ما يقابل علم الاستشراق طرح بعض الباحثين العرب علم الاستغراب و الدكتور حسن حنفي دعا إلى هذا العلم و قال بأنه يقضي على مركب العظمة لدى الآخر الغربي لما يتحول من دارس للتراث إلى موضوع للدرس موضوع دراسة فالعرب هم الذين يدرسون التاريخ و قال بأن مهمة علم الاستغراب هو القضاء على المركزية الأوروبية و بيان كيف أخذ الوعي الأوروبي مركز الصدارة عبر التاريخ داخل بيئته الحضارية الخاصة نعم هل تدعو إلى هذا العلم أن يتحول الغرب إلى مادة للدراسة بدل أن يكون الشرق هو مادة لدراسة الغربيين؟ أظن هذا موجود بالفعل قبل أن يكون حسن حنفي هو إدور سعيد التكلم عن موضوع الاستغراب كمقابل الاستشراق في كتابه الاستشراق وهو يعني استبعد أن ينشأ علم مثل هذا الموضوع إلا أن موضوع دراسة الآخر ده من أقدم التخصصات في التراث الإسلامي يعني ابن حزم على سبيل الملل والنحل في الملل والنحل كل الكتب الخاصة بالملل والنحل البيروني في دراساته عن الهند هذا موضوع قديم جدا في الدراسة الآخر والنظر إلى الآخر والأبحاث حول الآخر وهذا موجود في الرحلات أيضا كيف ينظر الرحالة العرب والمسلمين للآخر فهو موضوع متجاز يعني هو موجود تحت عنوين مختلفة ومبثوث بتخصصات مختلفة المقصد أن يتحول إلى علم واحد لو درسناه كنوع من الانتقام لن يكون علم هذا كرد فعل انتقامي لن يكون علم ولكن أنا أقول أنه هو موجود لأن القرآن الكريم نفسه يقول لتعارفه يعني هي دعوة قرآنية أن نحن نتعارف مع الشعوب والأقوام الأخرى فهو طلب ديني وموجود بالفعل في التراث الإسلامي ولا يحتاج إلى دعوة على سبيل الانتقام أنا انتهي الوقت عندي لكن لن أغادر حتى أنتهي من السؤال الأخير وأتمنى الإجابة باختصار هل هناك عناوين لكتب ترشحها ممكن تكون كمدخل للتعرف على الاستشراق بطريقة موضوعية أنا رأيي أن تاريخ التراث العربي لفؤاد سسكين أفضل كتاب يمكن أن ينصح به خاصة للمبتدئين لأنه هو يقدم مداخل عن التخصصات التي درسها الاستشراق ثم يقدم سلسلة كبيرة جدا من المصادر والمراجع على هذا المدخل التاريخ تاريخ التراث العربي لفؤاد سسكين أفضل نعم أنصح بهذا الكتاب لأنه كمدخل جيد جدا إذا كان الطالب يريد أن يتخصص في الحديث أو الدراسات القرانية أو التدوين التراث التاريخي توجد مجلدات عن كل تخصص من التخصصات المجلد دائما يبدأ بمقدمة تاريخية ودي مهم جدا يستعرض فيها العلم والكتاب وعلى العلم ثم ملحق ضخم جدا بالمصادر والمراجع وهذا مدخل ممتاز جدا أنصح به الجميع دكتور عبد سلام حيدر أكريتنا في هذه الحلقة شكرا للمشاهدة معنا هذا أسعدني بالفعل شكرا لكم أعزائي المشاهدين نلتقي بإذن الله في حلقة جديدة وقراءة ثانية اشتركوا في القناة